منسألوا بحلقات جاية أنه بس بدنا نقول لطلاب الجامعة اللبنانية أنه ما عاد بإمكان الجامعة وإدارتها منعكون من الدراسة بأكتر من اختصاص تحت زريعة العبء المادي اللي بتتكبد الجامعة أو أي زريعة أخرى دولي ملزمة بتأمين المعارف العمومية يعني من بعد ما أبطل مجلس شورة دولي قرار الجامعة لا لمنع تعدد الاختصاصات من الجامعة إلى العقارات هون بيت العصيد بدنا نحكي عن المهل الزمنية اليوم بإنجاز المعاملات بدنا نحكي عن الغش العقاري اللي عم بيصير بدنا نحكي عن المكننة اللي عم بتصير داخل المديرية العامة للشؤون العقارية قداش خففت من الغش بدنا نحكي عن المشاكل اللي بتعاني من المديرية العامة لشؤون العقارية والعنوين العريضة للمشاريع اللي عم تضاعها للنهوض بإدارة الشؤون العقارية يعني المكنة شغالة ضيفنا اليوم مدير عام الشؤون العقارية جورج المعراوي صباح الخير صباح اليوم أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان نحن live facebook عبر صوت لبنان voice of Lebanon 100.5 وأيضا رح نكون على تواصل مع المواطنين اللي عندوا أي مشكلة بالشؤون العقارية بعتقد ما حدا ضامت من المشكلة بالشؤون العقارية فقرأم تليفوزيونات صوت لبنان بتصرفكن 01-325-55-55 01-25-511 الخلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب كل المشاكل بنقرأها ومنعالجها مع ضيفنا حول الشؤون العقارية جورج معراوي من وين بدك تبلش العلويين كتيري من المهل مطرح ما أنت بدك لا من الآخر من الآخر أصدر وزير المال مهل إنجاز المعاملات بالشؤون العقارية حدد بموجبه مهل زمنية لإنجاز المعاملات بالمديرية العامة للشؤون العقارية وأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة إذا بدنا نغوص بهذا الموضوع بدنا لكتير من الوقت نحن بدنا هيك باختصار شو نوعية المعاملات المرتبطة بالسرعة شو نوعية المعاملات يعني دعا خلينا نحكي أول شي عن هالموضوع ضمن المدى اللي نحن ومعالي الوزير عم نصعله من وقت ما بشرنا بعملية الصاح والنهوض بالمدرية العامة للشؤون العقارية هو الشفافية وأهم شي بالتعاطي مع المواطن هو الشفافية ومشن هيك تم تشكيل فريق لدرس مهل إنجاز المعاملات هي من سنة ونص عم تشتغلوا عليها من حوالي سنة ونص وهالفريق مألف من أمنا السجل ورؤسة دوير مساحة بالمدرية العامة للشؤون العقارية بحث ذاتها هي مهمة بس مهم بها العملية كليتها أنه كل نوع من أنواع المعملات صار في مدة دنيا ومدة قصوة لأنجاز لمدة دنيا زمنية يعني الدنيا والتصوال تتراوح من المعاملة حسب المعاملة بدنا نقدمها تروح سنة سنتين أو أطعشرة سنين ليه شو الخلل وين كان الخلل لكن صدقيني يعني يعني الرمار مثل ما بقوله أو الحكي أكتر من الواقع ما في معاملة بتغيب في معاملة يا أما في مستندات ناقصة فيها يا أما في تتمة رسوم من متفوعة لازم تندفع أو إنه ما رشينا اللي بدوا يعملها لا يستاذي نحن أقولك شغالي بهذا الموضوع اللي هلأ عم بتدوّع ليه نحن كمان ده من المبدأ الشفافي نحن مثل ما بتعرفي وطلعت معك أنا بحلقات سابقة وحكينا عن الموقع الإلكتروني للمدرية العامة للشؤون العقارية والموبايل أب كمان تبع الشؤون العقارية اللي هي كمان كل مواطن من خلاله بيقدر يبعط شكوة مباشرة صدقيني أنا أي شكوة بتوصل بس قبل يعني كانت مغارة علي بابا خلينا نقول الأمور متل ما هي حلق مغارة علي بابا يعني إذا بدك الكلام بهالموضوع فينا نحكي كتير قد ما بدنا صحيح معك العلاقة بين الموظف والمواطن كانت على تماث الموظف بيتحمل المسؤوليين والمواطن كمان بتحقق تعرفي نحل القانون بحاسب الرائشي والمرتشي صحيح وبالتالي نحنا كمان هذا موضوع ما منتهاوم فيه وما منقبل أن يكون فيه هالموضوع رجع للموهل الزمنية لنوفي الموضوع حق وليش أحل الوزير نسخة من هالقرار إلى التفتيش المركزي وإلى مجلس الخدمة المدنية لي رأبوا تطبيق هالقرار ووين بيت العصيد بهالإحالة؟ نحن أول شغلي هام عاملي لتنجز لتصير عندنا مهل مفروض يكون فيه مشاركة من التفتيش المركزي وفيه مشاركة من الأبحاث والتوجيه كمان أنا من أصير صوت لبنان بوجه لهم الشكر لأنه كان فيه تعاون كتير كبير ما بيننا وما بين التفتيش المركزي وما بين الأبحاث والتوجيه الغاية من هالموضوع أول شغلي تعفي كل معاملي بدون حطالها مده مفروض الرائبة كلنا أول شغلي نحن أنا بموقعي أنا مسؤول أول بمرقبة كل المعاملات كمان التفتيش المركزي بدون يعرف كل معاملي من المعاملات ده بديه وقت وبالتالي صار عنده لائحة بتحدد كل معاملي ده بديه وقت لتونجز وبالتالي صار عنده إمكانية ملاحقة ومتابعة أي تقصير بيصير لدى أي نوع من المعاملات وعند أي موظف من الموظفين يعني وإذا قصر شو بيصير فيه؟ طبعا في قانون الموظفين في قانون في إجراءات بتتاخذ من قبلنا أول شيء ومن الأجهزة الرائبة كمان لا يحاسبه اللي بيأصر طبعا طبعا نعم طب هاي دي المرة الأولى اللي بتصدر عن وزير المالية مهن زمنية بتحدد فترة إنجاز المعاملات العائدة للمديري العامل للشؤون العقاري طب اللي بدو يعرف نحنا ما فينا نحكي الموضوع كله اللي بدو ساعات اللي بدو يعرف مزيد من التفاصيل شو بيعمل بفوت على ساعة الوزارة بيفوت على الويب سايت طبع الشؤون العقاريه نعم اللي هو lrc.gov.lb وهو موجودين كل التفاصيل ولائحة بكل المعاملة من المعاملات والمدة الزمنية للدنيا والكسوة لأنجاز كل المعاملة من المعاملات نعم بس أنا بدي شير بين هلالين أنه المفروض المواطنين يعرفوا أنه المعاملة اللي تنجز بدو يكون مستنداتها مكتملة نعم يعني بيقدروا يقروا شو هي المستندات المطلوبة بمحل تاني على الساعة محطوط كله لأنه قبل خد ورقه وجيب ورقه ونقصه ورقه وضل للمعاملة سنوات وهيدا كان شي مخزي من قبل يعني شو أهمية هالقرار برأيك جورج مع الراوي مدير عام شعون العقاريه شو أهمية يعني اليوم لما بيصير في عنا مهل لأنجاز المعاملات بالشعون العقاريه شو أهميته للمواطن للموظف للوزارة للمديريه صار كل واحد من الكل بيعرف مهامه وبيعرف وجبيته نعم يعني الموظف صار بيعرف وجبيته والمواطن صار بيعرف حقوقه الإدارة صارت قادرة تلاحق كل نوع من أنواع المعاملات بمجرد ما صار في عندها مهل بدأت تتأيت فيها نعم لأجهزة الرقابة كمان صارت قادرة تلاحق الإدارة بأي تأثير بتقوم فيه من خلال الموظفين طبعا بأي تأثير بإنجاز أي نوع من المعاملات وبالأخص إذا كانت هالمعاملة مكتملين مستنداتها بشكل كامل نعم فإذا أنتو شو الترتبات بهالمديرية اللي عاملين لتنفيذ هالقرار حكينا عنهم أنه المرقبة من قبل تفتيش المركزي ومن قبل مجلس الخدمي المدني ومعكن أنتو لحتى ما يصير في أي غش بهالموضوع لك الرقابة هي إذا بنتطلع هيك بشكل ما فيك ترقب كل ما عاملتها نعم بس نحنا الرقابة كلها بشكل ممكن بس أنتو كمان يزم تضمنوا تنفيذ الأراب ما عم بشرح لك نحن بالعكس نضمنوا بكل على الأكيد نضمن هالموضوع من خلال نظام ممكن بيتابع كل المعاملة بمعاملتها وحتى هالنظام الممكن لدى كل الموظف من الموظفين حيدويلوا إذا مأخر بمعاملة وينصار فيها ولازم يخلصها وقعدين نطلع رابور يومي بكل نوع من المعاملات إذا فيها وعنا المدير يعني بيجاوب على كل أسئلتكن على أرقام تلفونات صوت لبنان 0125511 الخلوي 76611005 وأيضا عبر الواتساب 76611001 اليوم ما بعرف ديش عنا وقت قبل الموجس عنا ديقة وحدة بدنا نحكي فيها عن توقيف أو توقف القروض السكنية قديش أثر على تسجيل العقارات وعلى التراجع بالمالية العامة هذا أخطر موضوع صار في لبنان من الأخطر عندنا مواضيع كثير خطرة من الأخطر ولا شك أنه هذا موضوع أثر على الرسوم العقارية نعم نحن نعرف أنه اليوم هذا موضوع مترابط ومتكامل فيه كرود فيه تسجيلات ما فيه كرود ما فيه تسجيلات شو نزلت نزلت المالية أنا فين أعطيكي استاتيستيك لغاية تموز تقريبا فيه ديش تراجع انخفاض بحوالي 20% نعم ريناها 20% مع أنه المؤسسة العاملة الاستخدامة بتستوفي للإسكان للإسكان نعم نحن بالنسبة لأقلنا المؤسسة العاملة للإسكان ما بتأثر على رسومنا لأنها معفية من التجيل أصدقائي المستمعين رح نتابع عن الشؤون العقارية من بعد ما نسمع مجهز لآخر وأهم الأخبار تابعونا خدمات كثيرة بتوفر مع جهد ووقت مع أي توزير إدارة مباني تنظيفات داخلية وخارجية تلميع وتشميع بلات وبركير أي توزير صيانة عامة حراسة أمن وحماية أفراد ومؤسسات أي توزير تنسيق حدائق رش مرد